السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة المؤيسة اللي هي الخاصة ببكرة الملف او الملف القاطع واصلاح ملف القاطع النهاردة هنتكلم عن المؤيسة ونحل المؤيسة الخاصة بالفيلا السكنية مؤيسة الفيلا السكنية دي احنا اتعودنا ان احنا بنعرف اسم المؤيسة بالمسمة بتاعها اللي هي شقة صغيرة او فيلا سكنية او ماد كابل الورشة صغيرة كابل الورشة صغيرة او اصلاح قاطع ملف المسميات دي منبقى عارفينها بحيس ان احنا نبقى فاهمين المؤيسة بتتكلم عن ايه موضوع شغل المؤيسة عن ايه لان انا لو فهمت موضوع شغل المؤيسة هعرف انا هشتغل في دائرة وجه واحد او دائرة سلاسية الاوجه هشتغل على جهد امتين وعشرين ولا جهد اتو مائة وتمانين وبناء عليه مساحة مقطع الكابل وطول الكابل وكل يعني كل مواصفات المؤيسة هتتغير وهل المؤيسة اللي انا هشتغلها هل هي دوائر القوى اللي فيها او ده القدرة اللي هنحسبها والطيار اللي هنحسبه هيبقى معتمد على انه دوائر وجه واحد ولا سلاسي الاوجه ولا المنشأة او المؤيسة بتتكلم عن منشأة او عملية صيانة واصلاح لمنشأة فيها النعين فيها دائرة انارة وفيها دائرة قوة زي اللي احنا موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنشتغل فيها النهاردة بإذن الله طيب نصحتنا اللي بنقدمها لولادنا ايه احنا اتعودنا ان احنا نقرأ المؤيسة كويس طلع بياناتك بالشكل المزبوط والله فيه معطى مش موجود اكيد هتلاقي المعطيات الدل عليه او انه يعني زي معامل التصحيح مثلا لما بتلاقيهوش في مؤيسة فبتلاقيه ميديلك بعض المعاملات الاخرى الـ CJ والـ CI والـ CA دي بيبقى محصلة ضربهم في بعض او حاصل ضربهم في بعض بيديني الـ CF وده احنا اتعودنا على النقطة دي فيبقى احنا نقرأ المؤيسة كويس نفهم هي بتتكلم عن ايه ودوائر القوة اللي فيها او الدوائر القدرة اللي فيها هل هي دوائر انارة ولا دوائر قدرة الطيار اللي هحسبه هحسبه مرة واحدة على اساس ان هي دائرة انارة ولا دائرة قوة ولا هحسبه على مرتين ان هو دائرة انارة ودائرة قوة وبعدين اجيب مجموعة الاتنين يبقى هو الطيار الكلي وتار الوقاية في الدائرة ككل او في المنشأة ككل اتفقنا مع بعضها نقرأ المؤيسة كويس تعالوا مع بعض نشوف المؤيسة بتاعتنا ونقرأ المؤيسة بتاعتنا اول حاجة بيقول لي ايه المطلوب حساب التكاليف بعمل مؤيسة تقديرية لمادة اسلاك هوائية لخط سلاسي الاوجه 220.380 يعني الكابل اللي هيدخل او التغذية للمنشأة دي والاسلاك اللي انا همدها هتغزيلي منشأة 220.380 من عمود التغذية على بعد 4 متر لتغذية فيلا سكنية وخليك فاكر رقم 4 هنحتاج له تمام كده رقم 4 متر ده او المسافة اللي هي 4 متر بعد عمود العمود الانورة او المصدر التغذية للمنشأة او العمود اللي بيغزي المنشأة او الفيلا على بعد 4 متر طيب معطيات المؤيسة ايه الفيلا بها الاحمال المنزلية التالية تمام كده الفيلا بها الاحمال المنزلية التالية ايه هي بقى اقام واحد احمال الانورة تقدر ب 3 كيلو واط بجهد كام يا فاندم 220 فولت لان احمال الانورة 50 هرتز موزعة على الثلاثة اوجه طيب اتنين احمال قوة عبارة عن اجهزة تكييف وسخنات ومحرك رفع المياه تقدر ب 6 كيلو واط بجهد 380 فولت 50 هرتز تمام طيب معامل القدرة للدوائر او للدائرة دي كام او للتغذية ده كام والقدرة ايه معامل القدرة لاحمال الانورة والقوة 85 من 100 تأخر والكسافة التيارية اللي هي اس لو تفتكر 2 امبير لكل ملي متر مربع تمام كده والاسلاك المستخدمة نحاس احمر مجدول يبدأ يقول لي المواصفات بقى الاسلاك اللي انت هتستخدمها اللي انت هتشتغل عليها دي من مصنوعة من النحاس الاحمر المجدول وكان معامل ارتفاع ضرجة حرارة الوسط المحيط الـ C-A 95 من 100 ايوة يعني هنا حيديني بدل ما كان بيقول لي ومعامل التصحيح كذا لا ده هيقول لي بقى ايه معامل ضرجة او ارتفاع ضرجة حرارة الوسط المحيط خمسة وتسعين من مية ومعامل تجميع المواصلات معا في مكان مغلط داخل الفيلا بعبارة عن ايه او كان قيمته خمسة وتمانين من مية اللي هو الـ C-G ومعامل التعرض للطيار زائد لمدة طويلة اللي هو الـ C-A 8 من 10 وكان تمن جميع الخامات اللازمة بص بقى جزء تاني من المؤيسة وكان تمن جميع الخامات اللازمة 2150 جنيه فرضا يعني هو بيقول لك بنفترض ان انت اشتريت حاجات بـ 2150 جنيه وان العمل تم خلال يوم عمل لكل من العامل الماهر والعامل المساعد يوم عمل تمام اجر العامل الماهر اليومي 35 جنيه واجر العامل المساعد اليومي يوميته العامل المساعد 14 جنيه والمصاريف الغير مباشرة تقدر على اساس 150% ولازم اخد بالي يا شباب لازم اخد بالي المصاريف الغير مباشرة نسبة من اجر عمال ولا نسبة من تكاليف اولية ونسبتها كام علشان بناء عليه انا هشتغل على الجدول النهائي وانا بحسب التكاليف النهائية الربح 10% من تكاليف الانتاج وضريبة المبيعات 10% من التكاليف الاولية يبقى انا على طول قريت المؤيسة بتاعتي بشكل كويس عرفت ان هي المؤيسة لفيلة سكنية منشأة سكنية يعني الفيلة هتتغزى من عمود تغزية من الشارع العمود ده بيبعد عن الفيلة او البيت مسافة 4 متر ولازم تاخد بالك انت هتستخدم السلك ده هو اربعة او بقول لي اربعة متر بس هستخدم كام برضه صح كده يبقى ده في الحسابات بتاعتنا بناء على ايه انت هتدخل سلاسي الاول صح كده 3 فرد التلات فرد او التلات فزات دول انت هتدخلهم للبيت على مسافة اربعة متر مسافة اربعة متر يبقى التلاتة ومعات خط الحياد او النيوترال صح كده يبقى اربعة يبقى اربعة فاربعة بكام بستاشر صح كده يبقى ستاشر متر ده هنحتاجه واحنا شغالين بس انا بقولك بص يعني تفصيلة صغيرة في المؤيسة واحنا شغالين علشان نبقى واخدين بالنا هي جات منين طب ايه تاني تركة كده في المؤيسة هو مش مديني معامل التصحيح معامل التصحيح مديني البدايل بتاعته او العناصر المجمعة او اللي هي مكونة لمعامل التصحيح ومعامل التصحيح هو مديني بدل منه مديني السي جي والسي اي والسي اي اللي هو معامل توصيل الكابلات في مكان مغلق ومعامل الوسط او ادفاع درجة حرارة الوسط والمعاملات الاخرى اللي ما حصلت ضربهم في بعض او حصل ضربهم في بعض يديني قيمة مين السي اي اف معامل التصحيح تمام كده بعد ما اتكلم هو في المؤيسة عن الجزء الخاص بالفنيات راح اقيل لي انه اجمال الخامات اللي انت هتشتريها او الخامات اللي انت هتحتاجها ليه العمل او المهمة اللي انت مكلف بيها دي اجمالها الفين مئتين وخمسين بص انا قريت المؤيسة مرة عمال اقول لك الارقام اللي فيها ركز قوي وانت بتقرأ المؤيسة بحيث ان الارقام وانت شغال تبقى فاهم انت بتشتغل على ايه تمام طيب قال لي ان اجمال الخامات بالفين مئتين وخمسين والعمل على يوم واحد يعني الشغل ده او التوصيل ده والتنفيذ المهمة دي هيخلص في يوم طب اليوم ده انت محتاج له عمالة ايه او المهمة دي احنا محتاجين لها عمالة ايه قال لي ان انا محتاج عمالة عامل ماهر وعامل مساعد طب اجري ده كام واجري ده كام قال لي ان العامل الماهر في اليوم هياخد خمسة وثلاثين جنيه والعامل الماء المساعد في اليوم هياخد 14 جنيه تمام والنقطة المهمة اللي نركز عليها برضو في المؤيسة اهم نقطة علشان وانت بتحسب التكاليف الكليه تكلفة النهائية بقى للمؤيسة اللي هو الجدول الاخير اللي احنا بنعمله علشان تحسب التكاليف النهائية للمؤيسة بتاعتك او للمهمة بتاعتك هتعمل ايه لازم تاخد بالك من في المؤيسة قال لك ان المصاريف الغير مباشرة ايه والله 50% من التكاليف الاولية ولا 150 او 100% من اجور العمال لازم ااخد بالي من النقطة دي علشان بيتحدد عليها رقم في الجدول من ضمن اجمالي مجموع التكاليف النهائية صح كده كمان الارباح لازم اركز هو قال لي 10% ولا 20% صح كده ودايما هي بتبقى من التكلفة الكلية صح كده؟ الضيبة اه ضيبة المابعات احنا عارفين ان هي 10% تمام كده؟ طيب اول حاجة هنعملها مع بعض هنشتغل على الداتا في حل المؤيسة بتاعتنا وهنا بيقول لي اه دي طبعا اول حاجة احنا هنشتغل عليها اه اولا احمال الانارة واحمال الانارة احمال الانارة عندي اه هنا بتبقى ايه؟ هو قال لي ان حمل الانارة اللي موجود كان اللمبات او احمال اللمبات تمام كده؟ هنحسب له شدة الطيار يبقى نقول له حساب شدة الطيار وحساب شدة الطيار ديت هنحسبها من القدرة اللي موجودة كان بيقول لي ايه حساب شدة الطيار القانون كان بيقول القدرة الكهربية القدرة الكهربية كانت بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي الجهد في الطيار او شدة الطيار في معامل القدرة صح كده؟ يعني ايه؟ يعني البي بتساوي الجهد الفي في اي اللي هو شدة الطيار صح كده؟ اللي هو الاي ان بقى اللي هو اللي انا عايزه ليه الانارة؟ ومعامل القدرة كان اللي هو كوزين فاي صح كده؟ طيب هو دلوقتي انا عايز احسب مين يا شباب؟ عايز احسب الايه طيب ما تيجي نعوض عن المعادلة كلها الاول نعوض هنا قال لي ان احمال القدرة الكهربية لدائرة الانارة كانت تلاتة كيلو واط صح كده؟ يبقى البي تساوي تلاتة يا فاندم دي قال لي كيلو واط صح كده؟ يبقى فيه الف تمام يا شباب؟ تساوي تساوي ايه؟ الفي انت هتشتغل احمال انارة اشتغل احمال ام احسب وaison احمال اعمال احمال 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 احس باشخم اشتركوا في القناة 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 لكن انا يهمني في الجدول ده اللي هو اجور العمال بتاعتك اللي انت جبتها تمام كده يا شباب طيب هنيجي بقى على الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده ايه يا شباب الخطوة اللي بعد كده اني انا عملت الجدولين اللي هو جدول الخمات وجدول الخطوات او تحليل العمليات التصميم للمهمة او عمليات التنفيذ للمهمة ابدأ اعمل جدول للتكاليف وجدول التكاليف ده هننفزه مع بعض دلوقتي هنا هيقول لي ايه انه الجدول ده عبارة عن مكون من عدة خنات وعدة عوامل العوامل دي سابتة ما بتتغيرش وبتبقى مترتبة على بعضها تمام كده يبقى انا عندي هنا هبدأ اقول العناصر بتاعتي بتاعة الجدول اللي عندي هنا ده اقول هنا مسلسل المسلسل اللي هو الارقام او يعني نقول هنا كده مسلسل واحد اتنين تلاتة اربعة وكذا هيبقى حوالي تسع مراحل او تسع عناصر هنا نقول البيان الصرف او بيان بالمصاريف اللي احنا هنعملها وهنا هنقول ايه التكاليف او التكلفة وهنا نقول ملاحظات يبقى هنا كده عندي هنقول ايه مسلسل ونقول بيان الصرف وهنا نقول التكلفة والتكلفة دي هنقسمها طبعا بالجنيه والقرش كده بالشكل ده كده شباب تمام كده يبقى انا عندي اقدر هنا اقول بيان الصرف هنا وهنا التكلفة تمام كده وهنا نقول ملاحظات وهنقول هنكتب ايه في الملاحظات زي ما تعودنا طبعا التكلفة هتبقى بالجنيه وهنا ايه بالقرش تمام طيب هنعمل ايه قال لي انت هتيجي في الجدول ده وتقول البيانات او البيان بتاعك البيان بتاعي هيبقى ايه يا شباب هيبقى اول حاجة انت اشتريت الحاجة دي كلها بكام قلنا في المؤرسة اشتريناها بـ 250 جنيه مصدر صحي كده يبقى رقم واحد تمام تمام الخمات تمام كده اشترينا بكام يا شباب 2250 جنيه صحي كده طيب الرقم اتنين عملنا ايه في الحسابات بتاعتنا اجور العمال صحي كده اجور العمال كانت كام يا شباب طلعناها قال لي اجور العمال طلعناها بتسعة واربعين جنيه صحي كده يبقى تسعة واربعين جنيه طيب رقم تلاتة العنصر اللي بعده خلي بالك العناصر دي بنفس الترتيب ده التكاليف الاولية وقلنا التكاليف الاولية تعلمناها كانت ايه مجموع تمن الخمات واجور العمال يعني هتعمل ايه يعني هتاخد دزق ده كده تمام كده طبعا متعملش الاسهم دي هنجمع مين الفين ميتين وخمسين زائد التسعة واربعين تمام كده يا شباب يعني هتبقى بكام الفين ميتين تسعة وتسعين جنيه تمام كده يبقى دي كده ايه التكاليف الاولية تمام طيب حسبنا التكاليف الاولية بعد كده اقول له ايه رقم اربعة المصاريف الغير مباشرة قال لي كام المصاريف الغير مباشرة الاولادنا الصحيين بقى للمؤيسة واللي بيكتبوا معنا ويحلوا معنا قال لي ايه قال لي ده المؤيسة بتقول ان المصاريف الغير مباشرة دي قيمتها كام قال لي قيمتها مية وخمسين في المية من مين من اجور العمال علشان اعرف انا احسبها من مين يبقى هاجع على اجور العمال دي واقول له ايه مية وخمسين على مية في التسعة واربعين يعني واحد ونص في تسعة واربعين هتطلع معي بكام بتلاتة وسبعين جنيه تمام كده شباب تلاتة وسبعين جنيه ونص تمام كده يبقى انا كده عملت ايه حسبت المصاريف الغير مباشرة تمام كده وكده انت ماشي في المؤرسة بتاعتك بخطوات مزبوطة طيب رقم خمسة هنحسب ايه تاني تكلفة الانتاج وتكلفة الانتاج هنا عبارة عن ايه اللي برضو هنجيب اللي اتنين دول كده مع بعض ونجمعهم اللي هي عبارة عن ايه تكلفة الانتاج تكلفة الانتاج في الباب الخامس الباب الخاص بالتكاليف كان بيقول لي ايه القانون ان تكلفة الانتاج هي حاصل جمع او مجموع التكاليف الاولية زائد المصاريف الغير مباشرة صح كده? يبقى التكلفة تكلفة الانتاج عبارة عن ايه? تكاليف اولية زائد مصاريف غير مباشرة. تمام كده? طيب يعني هنجمع الاتنين دول هتطلع معايا الفين تلتمية اتنين وسبعين جنيه وخمسين ارش. تمام كده? طيب. دي تكلفة الانتاج. طب بعد كده يا مستر هنعمل ايه? اللي هنجيب نشوف الارباح كام? لانه بناء عليها هنقول التكلفة الكلية. صح كده? الارباح. نقول الارباح هنا رقم ستة. الارباح عبارة عن ايه? نقول هنا الارباح. ونيجي في الملاحظات نقول له ده في المؤيسة يا مستر ايلي ان الارباح عشرة في المية من تكاليف الانتاج. يبقى انا حددلي عشرة في المية من مين? في انت كاليف الانتاج يا فاندك? اهي تكلفة الانتاج عبارة عن كام? الفين تلتمية اتنين وسبعين جنيه وخمسين ارش. تمام كده? طيب. يبقى انا عندي اقول ان الارباح عشرة في المية من الرقم ده يعني كأننا اسمنا على عشرة بقت الفين تلتمية اه متين واتلاتين جنيه وخمسة وعشرين ارش. تمام كده? يبقى على طول اروح للتكلفة الكلية. تمام? التكلفة الكلية عندي رقم سبعة. التكلفة الكلية. هتبقى ايه? اه التكلفة الكلية دي برضو مجموعة لاتنين دول. يبقى لما جمعناهم هتطلع كام? الفين ستمية وتسعة صحي كده? الفين ستمية وتسعة خمسة وسبعين ارش. يبقى دي كده التكلفة الكلية. ضريبة المبيعات كام? قال لي عشرة في المية يا مستر. يبقى ضريبة المبيعات برضو عشان يبقى قفلنا ونوصل للناتج النهائي التكلفة النهائية. رقم تمانية ضريبة المبيعات. اللي كان في المؤيسة عشرة في المية من التكاليف الكلية. صح كده? يبقى عشرة في المية من الرقم ده تبقى ميتين وستين. ميتين وستين صح كده? وآآآ سبعة وتسعين ارش. يبقى انا كده وصلت للناتج النهائي الخاص بيه المؤيسة بتاعتي وهنا هعمل ايه? اخر حاجة رقم تسعة التكاليف النهائية. وهو ده الرقم اللي انا عايز اوصله. هجمع اللي اتنين دول مع بعض برضو. طبعا كده? هيطلع 2870 جنيه واثنين وسبعين ارش. وهو ده الرقم النهائي اللي انا عايز اوصله. بكده نكون خلصنا المؤيسة بتاعتنا الخاصة بالفيلة السكنية. على ان نلقاكم في موعد اخر باذن الله وحلقة جديدة باذن الله. نلقاكم على خير. تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة